لكن النهاردة بنتكلم لما بنجعل الناس كأنهم وقفين على صوبعهم لما يتعاملوا معنا يا نهارة بيتحس كده أنت بتعامل مع واحد بيخليك مش قادر تلتفت لازم تراعي الكلمة تراعي اللفتة لو دورت وشك تحس كده أنت قدام إيه؟ قدام حالة مركبة من التعامل مع شخص فتحس أن هذا التعامل أصبح حلم فلما يتعاملوا معنا لازم يكون وقفين على ضوافرنا ما نلتفتش ونعتبر أن ده جزء من الحفاظ على كرامته أو أن احنا لو بنعمل كده مع الناس نعتبر أن ده جزء من الحفاظ على كرامتنا وعلى فكرة ده في الحقيقة مش عزة نفسه ولكنه غرور للأسف وذلك رسول الله عليه وسلم لما يدخل الصحابي الأعرابي فهو ما شافش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم والله أسأل فيسأل من فيكم محمد فرسول الله يعرفوه على رسول الله فما يعتبرش أن ده تنوع من أنواعات تجاوز ما قالش أني أنا لازم كل الناس اللي رايحوا اللي جاي لازم يعرف أنا مين فبقى عندنا مشكلة في حياتنا إزاي نقدر نفرق من أن ده حفاظ على كرامتنا ولا ده غرور لأن في بعض الأحيان بيبقى نعم غرور أنا أقول لكم شوية معيير المعيير الأول إنه يقدر نفرق بقى ولا أنا بعمله ده غرور ولا حفاظ على كرامتي طب أنا أقول كده ليه لأن دوت عند أصحاب الدين ولو بيحبه ربنا أنا عندك عارف الغرور وإن دوت نوع من أنواع حفاظ على كرامة هو الفرق ما بين إيه ما بين الاتزان الإنساني وصمود النفس وما بين الهوان الإنساني والهشاشة النفسية فأنا دلوقتي مش بكلمك بس عشان فكرة مسألة العبادة بس بس بفيه اسمها عبادة إن أنا أحافظ على سلامة باطني دي عبادة إن أنا أحافظ على باطني لإني باطني ده وقلبي ومشاعري ووجداني دي أمانة عندي لأنها ملكي لله فمن فعشر عبية فأنا لو إن أنا استخدمت الغرور الغرور يستهلك الإنسان لكن الكرامة تحافظ على الإنسان المعيار بقى ما بين إن أنا رايح للهلاك وراح حافظ على نفسي المعيار الأول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب النفسي لو لقيت نفسي اللي بطلبه من المزايا لي هو نفسي اللي بطلبه من المزايا للناس لما بحاول أكون مؤدب مع الناس لما بحاول أخلي الناس تبقى مؤدبة معي أنا كمان بحافظ على أدبي مع الناس بس إيه اللي حصل ما وقفش للناس على الوحدة لو أنا وقفت للناس على الوحدة يبقى أنا ده غرور مش كرامة طبعا أنا لو حبت لهم اللي أنا بحبه لنفسي ده في جانب الحب مش في جانب الإيه الإساء لو في جانب الحب أنا حبت لهم اللي بحبه لنفسي يبقى أنا مش مغرور لكن إنك تبقى عايز إن حد يكلمك بطريقة معينة عشان بتشوف إن ده هو ده المناسب لشخصيتك هو ده المناسب ليك وما تلتفتش لده إنت بتتعامل معاه أكيد ده جواك غرور لما تتدايق وتحاسب الناس إن هم ما ندوش عليك باللقب المناسب ليك بيا باش مهندس يا دكتور وإنت أصلا مش بتنديهم بالألقاب ده لإن أنت بتشوف إن انت بتديهم حقهم الله طيب هم أنت زي ما هم بتزعل إن هم ما بينادوكش بالألقاب دي أنت كمان هم حقهم إن أنت تنادلهم بألقابهم لا أصل هو في الحياة لسه ما خدش الدكتوراه طيب وإنت ما خدش الدكتوراه برضا آه بس أنا مختلف أنا راجل متميز أنا راجل عقليتي يعني أستاذيتي كان بيقول أنت مفروض كنت تاخد الدكتوراه مع الماجستير فأنا مختلف شوية لا يا سيدي أنت مش مختلف شوية لحاجة أنت من آدم هو من لحم ودم ومكرم عند الله وأنت من لحم ودم ومكرم عند الله إذا أنت في خط هذا المعيار فأنت مغرور وليست محافظا على كرامتك المعيار التاني الدعادة على الكرامة بيكون في بعض الأحيان بنزع الأوصاف اللي بيها تحترم نفسك مش نزع الأوصاف الإضافية فالأوصاف الإضافية اللي بتيجي من المهنة على سبيل المثال دي ملهاش دعا بالكرامة والتعدي على الكرامة وأنك تنزع عن الشخص مثلا دينه تسلبه أخلاقه تنزع عنه تكريم ربنا ليه أو تنزع عنه إنسانيته زي الأشياء اللي أنت لو رفعتها للقاضي يعقب عليها القاضي زي السب اللي فيه سب أو قذف لكن واحد ما قالكش يعبقري أو ما قالكش أي حاجة أنت شخص شاطر أو في شغلتك فإذا كان هو قالك أيها العبقري مثلا في تعليم الناس لو ما قالكش ده ده شيء إضافي مش لازم لو هو نزع عنك حتى لو قصد يضيقك لو أنت تضيقت يعني أحد لما يجي يقول لي يا عمر إيه لي يضيقني لو أنا حد قال لي يا عمر واتضيقت ولذلك أنا كنت قعدت مرة